إذن اليوم محمود نحكي عن القشرة الموجودة في الشاعر بنعرف فيه كتير أشخاص بيعانوا منها وبنعرف شو هي بالضبط وشو هي أنواعها تمام هلأ كبداية هي القشرة هي عبارة عن خلايا جلد ميتة متراكمة داخل فروة الرأس طبعا أنواعها هم منوعين رئيسيين ليلك اللي هو أول نوع اللي هو قشرة الفروة الجافة طبعا هاي بتكثر جدا بفصل الشتاء نادر ما نلاحظها بوجود فصل الصيف لكن مع قدوم فصل الصيف بانتشر عندنا النوع الثاني اللي هو قشرة الفروة الدهنية هاي بتكون ملتصقة مباشرة داخل فروة الرأس أو بفروة الرأس بشكل مباشر نعم أنا كيف بقدر أميز بين هذول النوعين هلأ في عندك طريقتين بساطات انك تقدر تميز بينهم أول طريقة اللي هي ان قشرة الفروة الجافة بتكثر زي ما حكينا بفصل الشتاء وبممكن ملاحظتها كيف انو هي بتنزل على الأكتاف بتكون واضحة بمقدمة الرأس ممكن انو مع الحكة البسيطة تتناثر او تتطير بشكل عام هاي هي قشرة الفروة الجافة بالنسبة لقشرة الفروة الدهنية هاي صعب انها تطلع خلينا نحكي بالعين المجردة ممكن احنا نحسها بأطراف أصابعنا لكن برضو اذا شعر كثيف كون زي تكتلات زي تكتلات بضبط كتل موجودة داخل الفروة هلأ اذا انا كان شعر عندي كثيف أو سميك انا ما بقدر فعليا احسه او اوصل دايريكت للاسكلب عساس اني اعمل احساس بالفروة بالأشرة فهونا احنا منيجي للطريقة الثانية اللي هي احنا طبعا نوفرها بجميع فروعنا بالتمن فروع اللي هي جهاز فحص فروة الرأس طبعا هو بيكون عبارة عن مايكروسكوب بيعمل زوم ان على الفروة بيصور لي ياها بنفس الوقت بيين لي نوع الأشرة اللي موجودة عندي كانت جافة او كانت دهنية يعني في كتير ناس منواجههم انه ما بكون عنده علم اساس انه عنده اشرة لكن مجرد مايجي منفحصلي اياها بيطلع انه عنده اشرة دهنية مستقرة بالفروة نعم ونرجع منذكر بانه هذا الفحص بوجود بجميع فروع كشمير التمنية واكيد كمان هلأ بنا نحكي عن مجموعة من المنتجات اللي كلياتا بتلاقوها متوافرة عند كشمير ذكرت محمود بانه في نوع من انواع الاشرة اللي هي الدهنية بتطلع بالصيف اكتر ليه اوكي هلا الاشرة الدهنية بتكثر بالصيف بسبب اول اشي اللي هو الحرارة ورطوبة الموجودة بالجو طبعا هي بتكون موجودة الاشرة لكن هي بزيد لانه في مايكروب معين بتفاعل مع حرارة الشمس برضو ممكن يتفاعل يعني السيدات المحجبات هيلحظوه بشكل كتير كبير انه هيتفاعل مع الضغط اللي موجود من الحجاب او من الطائع من الشمس برضو يعني كل هاي الامور بتزيد وجود الاشرة بشكل عام بالفروة لكن بفصل الصيف بسبب وجود الحرارة تكثر اكثر نعم 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 طيب احنا موجود هلا عنا قدامنا هيك في مجموعة من المنتجات تحكي لنا اياهم يعني شو هي العلاجات اللي لازم السيدات او حتى الرجال انها مشكلة بيعانوا منها الجنسين عشان نعرف كيف احنا لازم نتعامل معا عموما الرجال بيعانوا من الاشرة الراس بشكل اكبر من السيدات لانه احنا طبيعة الفروة لدينا دهنية اكثر من السيدات من اسباب ظهور الاشرة اللي هو استخدام المنتج الخاطئ بسبب كثرة المنتجات اللي موجودة بالسوق ممكن انه انا عم بستخدم منتج لاشرة الفروة الدهنية لكن انا الاشرة اللي عندي جافة فهذا الاشي ممكن خلي الموضوع يتفاقم فاحنا مثلا ممكن نلاقي من براند ايفا هون البراند هاد ستلاقوا منه تو برودكت لاشرة الشعر اوكي طبعا التو برودكت نعم اذا من اقرأ عنهم هنلاقي واحد مكتوب عليه فور اولي داندروف والتاني فور دراي داندروف طبعا الالدراي داندروف بيكون ملكي اكتر عساس انه يعطي ترطيب للفروة عساس انه احنا نخلص من موضوع الاشرة او الجفاف اللي موجود داخل الفروة بالنسبة للمنتج اللي بيكون فياته او بيشتغل على الاولي داندروف هذا بيكون فياته اسنشيل اويل مثل المثلا الروزماري التيتري لانه هدولا كلهم يعتبروا مضبات بكتيرية موجودة طبيعية فاحنا هنا مباشرة مستخدمها على الفروة عساس انه نعملها ككليننج بشكل عام بالفروة وننزل مستوى الاشرة الهنية الموجودة فاكيد لانواع نوعين القشري نعم نعم نشوف المنتج التاني اوكي هلا مثلا هاد من براند انسايت البراند هاد هو داما بيختص او بتلاقوا كل بروتكت ستجيه ستجيه 97-98% منها مواضي طبيعيه ولكن هي 100% اوارغانيك اكستراكت بالكامل مواضي عضويه فبالتالي هون رح نلاقي بكثرة وجود المواضي طبيعيه مثل الروزماري زي ما حكيت لك تيتري اويل ممكن يكون فيها توجود من مادة نسميها كستان الحصان طبعا هاي المادة بتساعد انه احنا نقلل تساقط الشعر بالفروة فهي بتعمل على علاجين للاشرة ولتساقط الشعر ايضا نعم نعم نكمل بالمنتجات هلا المنتج هاد برضو من نفس البراند الهو انسايت لكن هذا المنتج هو بندرج تحت الريبالانسنج شامبو واندسكروب طبعا الريبالانسنج هو التحكم بافرازات الدهون بفروة الرأس التحكم بفروة الرأس من افرازات الدهون الموجودة احنا هون عم نشتغل على شغلتين فعليا احنا اول شي عم نشتغل على الاشرة الموجودة داخل الفروة ان كان الدهنية بنفس الوقت احنا عم نشتغل عن موضوع الافرازات الدهينية الزائدة اللي ممكن تسبب لي مشاكل كتير احنا بغين عنها من ضمنها التساقط اكيد نعم من سيمبليزن طبعا البراند هاد هو برضو براند ايطالي هاد البراند بمتاز انه بكون سولفيت فري دوت عب سولفيت فري بكون منه شامبو كريمي للاشرة الجافة مخصص سكرب لفروة الرأس عشان اقشر الفروة بالكامل يشيل لكل البكتيريا والفطريات المتراكمة فيها واكيد شامبو للاستخدام الاسبوعي الطبيعي اساس اني انا احافظ على العلاج اللي انا استخدمته واخلص من الاشرة بشكل نهائي نعم بحب نفرجي للمشاهدين كيف هو بكون المبدأ طبع بفرضا سيمبليزن هذا الموجودين كلياتهم اكيد عند كاشمير بجميع فروحهم التمانية وايضا كيف موجودين على الويبسايت طبع كاشمير اكيد تقدروا تطلبوهم انلاين ويوصلوكم لباب البيت هذا ذكرت لنا ايابا انه هو عبارة عن مقشر هذا مقشر نعم مقشر يتم تدليقه على فروة الرأس بعدين يتم غسله بعدين يتم استخدام الشامبو مئة بالمئة طبعا الشامبو اللي بنستخدم مباشرة بعد المقشر اللي هو بكون الشامبو هاد اوكي بسبب ان الشامبو هاد هو كريم شامبو معروف انه بعد اي تقشير احنا بحاجة لترطيب تمام فهذا المنتج هاد حيقشرلي لكن هذا المنتج هيرطبلي بعد عملية التقشير اللي انا عملتها اساس انه يحافظ لي برضو على مستوى الدهون بالفروة نعم يمكن محمود هلا يكون فيه تساؤلات عند الناس اللي عم بحضرون اللي عم بيتابعونا وايضا للاشخاص المهتمين وبيعانوا من المشكلة القشرة بانه احنا كيف هاي منتجات كتيرة ويمكن من نفس البراند بيكون فيه كذا خطوة كذا مرحلة احنا لازم نعملها ولكن اكيد عند كشمير هم بقدمو لكم كل هاي الخدمة بيفحصو لكم فروة الرأس بيعرفوا ايش المشاكل الموجودة عندكم وايضا بيساعدوكم بانه تعرفوا شو المنتج المناسب للكم كيف انتو لازم تستخدموا آلية الاستخدام وتطبيقه هلأ بفرق يعني بيقولوا انه فيه فرق للاشخاص اللي عندهم اشرة بما يتعلق بالمي درجة حرارة الماء لما يجي يتحمموا سواء كانت باردة فاترة او سخنة هل هذا الموضوع الو دخل؟ يس هلأ هو الو دخل لكن ما برتبط بصورة مباشرة خلينا نحكي لكن ان جنرال اه الو دخل درجة حرارة الماء لازم تكون معتدلة هي اللي احنا نسميها الماء الفاترة ما تكون بدرجة غليان كتير عالية لانه ممكن انه يسبب لي على الفروة دايريكت احمرار فبالتالي ممكن يزيد لي برضو من تفاقم مشكلة الاشرة فاحنا عشان هيك من ننصح دايما انه درجة حرارة الماء تكون عندي معتدلة تكون فاترة بنفس الوقت نستخدم المنتج المناسب مرتين اسبوعين كشامبو ثلاثة كحد اقصى اكتر من هيك احنا عم نقلب الموضوع بالعكس ما عم نستفيد عم نضر الفروة نعم اذا شكرا لوجودك معنا محمود الجلامني من فريق الاستشاري لكشمير اهلا وسهلا فيكم نرجع بنذكركم باكيد انه كل هاي المنتجات وغيرها اللي بتتعلق بالبشرة وبالشاعر موجودين عند كشمير بتمن فروح من المتواجدين في المملكة الاردنية الهاشمية وايضا بنذكركم بانكم تقدروا تطلبوا انلاين على الويب سايت لكشمير وبوصلكم لباب البيت كشمير كوزماتيكس نزيد جمالك جمالة